اشتركوا في القناة والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كي توصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك والتفعيل الجرس لقجع يتجه لإعطاء طريق سكتيوي هذه المهمة الكبيرة داخل المنتخب المغربية بات طريق سكتيوي مدرب المنتخب الأولمبيا الاسم الأبرز لقيادة المنتخب المحلي في مصابقة كأس أمم أفريقيا التي أكدت اللجنة التنفيذية داخل الكاف أنها ستجرى في الفترة ما بين الفاتح من فبراير والثامن والعشرين من الشهر ذاتها وبات سكتيوي دون مهمة بعد عودة المنتخب الأولمبي من دورة باريس وهي الدورة التي صنع من خلالها سكتيوي اسما له في السوق المغربية والعالمية بعد النتائج التي حققها زملاء واشرف حاكمي في هذه الدورة الأولمبية وبحسب تقارير إعلامية تسير الجامعة إلى التكليف سكتيوي بهذه المهمة خاصة أنه بات بدون وظيفة رسمية منذ عودته من الأولمبياد ورغم أن سكتيوي توصل بالعدد من العروض لتدريب مجموعة من الفرق إلا أنه فضل المحافظة على منصبه داخل الجامعة ما ينذر بتكليفه بمهمة جديدة قد تحدد في المنتخب المحلي الذي سيكون مكونا من لاعب البطولة الوطنية والمغرب المنتمين لأندية إفريقية رغم أن الجامعة تفضل السمح للاعبين صغر السن باكتشاف أجواء المنتخبات وإفريقيا وكنت الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم قد أعلنت بداية الأسبوع الحالي عن موعد جديد لإقامة بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين وسط تطورات مهمة على صعيد قيادة المنظمة القارية عاجل جامعة القجاع ترسل طبيباً بالمنتخب المغربي إلى ريال مدريد للقاء إبراهيم دياز كلفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الدكتور كريستوف بوضو طبيب المنتخب الوطني بمتابعة تطورات إصابة النجب المغربي إبراهيم دياز بالتنصيق مع الطبيب نادي ريال مدريد وجاء هذا القرار بعد إصابة اللاعب خلال مباراة فريقه أمام ريال سوسيداد ضمن منافسات الدورة الإسبانية والتي اضطرته لمغادرة الملعب بعد مرور حوالي 20 دقيقة فقط من بدء اللقاء وكان النادي ريال مدريد قد أصدر بياناً رسمياً يكشف عن طبيعة إصابة دياز موضحاً أن الفحوصة الطبية التي أجريت عليها أظهرت إصابته في العضلة الطاولة لفخذه الأيمن هذه الإصابة التي أضطرت بشكل مباشر على أدائه خلال المباراة أجبرت المدرب على استبداله وهو يعرج مما أتار قلق حول مدة غيابه المحتمل عن الملعب ومن جانبها سعت الجامعة الملكية إلى ضمن متابعة دقيقة لحالة دياز الصحية من خلال تكليف طبيب المنتخب الوطني بمرقبة تطور إصابتها وتقديم الدعم الطبي اللازم بهدف تسريع عملية شفائه وضمان عودته بأفضل حالة ممكنة للملعب هذا وشكلت الإصابة ضربة قوية لكل ميناريا المدريد والمنتخب الوطني المغريبي نظرا لأهمية دياز في تشكيلة الفريقين خاصة مع اقتراب المباراة الدولية المقبلة التي تعتمد على جهزية اللاعبين الأساسيين مثل أبراهيم دياز لتحقيق الأهداف المسطرة الرقراجي يحدد موعد المعسكر الإعدادي للمنتخب الوطني قبيل مواجهة فريق الوسطى حدد مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم وليد رقراجي موعد المعسكر الإعدادي القدم استعداد لمواجهة منتخب أفريق الوسطى في إطار الجولتين الثالثة والرابعة من التصفية المؤهلة لكأس أفريقية التي ستقام بالمغرب وحدد موعد السابع من أكتوبر كبداية للمعسكر بمراكب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة حيث ستتواصل التحضيرات قبل الانتقال إلى السعيدية لاستكمال الاستعدادات للمباراة التي ستلعب ذهبا وإيابا في الملعب الشرف بوجده ويأتي هذا المعسكر في الوقت الذي يتصدر فيه المنتخب الوطني جذول ترتيب المجموعة الثانية برصد ست نقاط بعد تحقيقه انتصارين متتاليين على رقابهم بأربعة أهداف مقابل هدف ثم على منتخب الزوت بهدف نظيف هذا ويسعر جريك إلى تعزيز هذا النجاح من خلال تجهيز الفريق بأفضل شكل ممكن لمواجهة أفريقيا الوسطى والتي تعد خطوة مهمة نحو التأهل على رأس المجموعة بالرغم من ضمان المغرب المشاركة في كأس إفريقيا كونه البلد المنظم منافسة متيرة بين رحيم وتعرابت على جائزة مبكرة يتنافس كل من تعرابت وصفيا رحيم على جائزة أفضل لعب في شهر غشت من الدور الإماراتي لكرة القدم ويتنافس في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لعب خمسة لعب من بينهم المغربيان عاديل تعرابت لعب النصر الإماراتي وسوفيا رحيم مهاجم العين الإماراتي ومعهما الإيراني الساردر أزمون مهاجم الشباب الأهلي وعثمان كاميرا مهاجم الشارقة والكاميروني آناتول أبانج لعب البطائح وأشارت الرابط إلى أنه سيتم فتح بالتصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الدكي ابتداء من التلتاء وسيتم التصويت لمدة 24 ساعة ويعد رحيم وتعراب صديقان مقاربان يجمعهم حب راجاء رياضي لكرة القدم الأول ابن الفريق والثاني محب للنادي المسرر إصابة الإدريسي كانت صدمة بالنسبة لنا وسنسعى لحسم التأهل للدور الثاني من المونديل أمام باناما أعراب الصوفيان المسرر عميد المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاع عن أسفه لتعرض الزميل عثمان الإدريسي للإصابة وتأكد غيابه عن مباراة باناما لمقرر غدا الخميس إن شاء الله برسم الجولة الثانية من دور مجمعات كأس العالم وسبك السنة 2024 وقال المسرر في تصريح لوسائل الإعلام كان هناك نوع من الصدمة بعد إصابة الإدريسي في مباراة طاجكستان وهذا قضاء الله صحيح أننا شعرنا بالإستياء لأنه لن يكون بمقدوره استكمال المسيرة معنا ولكن هذه هي كرة القدم وعلينا أن نقلب الصفحة ونفكر في المباراة القادمة وعن إمكانية تعود الإدريسي أو الأوراد المسرر أي لاعب لدي خصائص من الصعب تعوده مئة في المئة لكن المدارب هشامد كيك يشغل على هذا الجانب من جهة أخرى علينا أن لا نركز على الإصابات وأن نعتمد على اللاعبين المتواجدين الذين لدي فيهم كامل ثقة إن شاء الله وزاد المسرر لقد حضرنا لمدة ثلاث أشهر وشعرنا بالإنسجام بين اللاعبين صحيح أن المباراة الأولى كانت صعبة نوعا ما لكننا عازمون على دخول اللقاء من أجل حزم التأهل للدور الثاني ضد منتخب باناما الذي سيلعب مبارته نهائية أيضا بعد خسرته ضد المنتخب البرتغالي وسترتل مباراة الغد سنخوضها بمن حضر حتى تكتمل صفوف الفريق ونستعيد اللاعب بوريط أمام البرتغال وبخصوص رؤيته لمواجهة البرتغال قال العميد سنحاول أولا الفوز على باناما وضمان نقاط المباراة وبعدها يمكننا التفكير في لقاء البرتغال ترجمة نانسي قنقر